أفادت مراسلة العربي في جنوب لبنان عن استهداف محيط موقع المرجى الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبة ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل من رميش مراسلنا محمد شبارو محمد ضعنا في الصورة لديك نضال عموما الساحة في جنوب لبنان تمر بساعات من الهدوء ثم تتوتر الأمور خصوصا بعد استهداف لحزب الله لبعض المواقع الإسرائيلية بحسب آخر المعلومات هناك استهداف لموقعين إسرائيليين موقع بياض بليدة وموقع المالكية وترد المدفعية الإسرائيلية باتجاه خراج بلدات عيترون وبليدة سبق هذا التطور منذ قليل هدوء نسبي مع قصف متقطع في بعض المناطق خصوصا في القطاع الغربي وفي على أطراف تحديدا عيت الشعب بالقرب من بلدة رامية حيث تم استهدافها تحديدا ليلة يوم أمس وصولا إلى استهداف دراجة نارية في هذا الموقع عدت لإستشهاد فتى من هذه البلدات عموما يمكن القول أنه حتى على طول الحدود الاستنفار الإسرائيلي قائم كذلك من الجانب اللبناني طائرات الاستطلاع الطيران الحربي يحلق بكثافة منذ ساعات الصباح الأولى على طول هذا الحدود بانتظار بعد قليل صدور بيان عن حزب الله عادة ما يصدر بيانات سريعة لتبني وشرح العمليات التي ينفذها على طول الحدود حتى الساعة يمكن القول أن الهدف الأساسي الذي حدده حزب الله لهذه العمليات في جنوب لبنان التي يعتبر نفسه حزب الله شريك في المعركة معركة الطفان الأقصى نتيجة لهذه المعارك هدفها الأول الإشغال كما يؤكد على لسان مسؤولي وبالفعل نشر يوم أمس معلومات أو إحصاءات تشير إلى الخسائر في صفوف الجانب الإسرائيلي وأشار إلى أكثر من 120 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح وتحدث عن أكثر من عشر آليات تم استدافع في حصيلة عامة للجانب الإسرائيلي لإضافة إلى الحديث عن أكثر من 140 كاميرا كاميرات مراقبة وعدد كبير من الأبراج على طول الجبع عموماً اللافت كان